عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كانت منها ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معي ان شاء الله عندي اليوم في القناة. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفة رائعة ان شاء الله. هاد الوصفة هادي ان شاء الله لانزال الدورة الشهرية. وصفة قوية قوية جدا ان شاء الله بالنسبة. يعني السيدات اللي عندهم المشكلة للدورة الشهرية ما كتنزلش يعني في الوقت ديالها. يعني مثلا تتقدر انها يعني تهبط منها ولكن يعني ما كتكونش مسرحة ولا يعني كتفوت لها الوقت ديالها وكتعرف انهم كي لا حمل ولا تشي حاجة. فهاد الوصفة هادي ان شاء الله غتنزلك الدورة الشهرية ديالك. آآ هاد الوصفة هادي وصفة قوية ومجربة ان شاء الله يعني مجربة للسيدات اللي عندهم هاد المشكلة هادا. آآ كيف فاكم فاكم يعني 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 سيدة مسلا اللي فاتها فقط يعني فاتها موعد ديال الدورة ديالها بواحد يومين تلتية معارفة بانها ما عندها لحمل ولا تشي حاجة كده آآ يعني يمكن تنزل لها الدورة. وكذلك السيدة اللي تتهبط منهم او ما كتسرحش يعني علىش حال ولا كتهبط اللون ديالها اسود يعني ما كتكونش مسرحة هي هديك ما كتسرحة على يومين ولا على تلتيام. فان شاء الله اليوم ان شاء الله هاد الوصفة هادي وصفة رائعة رائعة. ان شاء الله فاول اول حاجة كانحتاج الوصفة هادي فكانحتاج ان شاء الله الهدع. كانحتاج الاتاي او الشاي قدرت قريبا واحد جوج ملاعق ديال الشاي يكون شاي اخضر بطبيعة الحال. آآ ومن بعد ان شاء الله غد ندير الشيبة كما كي يبليكم. فاحنا بالمغرب بطبيعة الحال سنقول لها الشيبة. فصراحة انه ما عرفش لاش اسمية اخرى باللغة العربية ولكن احنا آآ يعني المهم الشيبة هي الاسم ديالها اللي دبليك اللي عرفت. ان شاء الله لك هتعرف لاش اسمية اخرى تكسبها لنا في التعليق باش الناس بطبيعة الحال يستفدوا. من بعد ان شاء الله غد نضيف الماء بطبيعة الحال ما يكون آآ ساخن او هذا او بارد المهم من غد ندير الماء وغد نعود يعني نشحر يعني بحالة مسلا بغن صاوب اتعي. نخوي هدك آآ الماء. فهنا بطبيعة الحال يعني ما 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 عمرش يعني كل شي تقريبا هنا تقريبا نجوش كيسان ديال الماء هكاك تل تلاتة ديال الكيسان. صافي ان شاء الله كننزد البرد كنديره فوق من نار ونخلي حتى كي يغلى. حتى كي يبلينا هادك آآ هذا. حتى كي يبلينا آآ تيصافي اطلع اغلى لنا مزيان من بعد ان شاء الله تنحيده. فهنا كما كي يبليكم يعني درشوف فوق من النار. وغدا نخلي حتى كي يطلع لنا. يعني حتى كنحسو بذكتي انه اغلى لنا. اطلع لنا. ومن بعد ان شاء الله غدا نزدو فيه المكونين الرائعين. ان شاء الله طبعا الحال اللي تهم رائعين لانزل الدورة الشهرية. فهنا كي يبليكم وهو اغلى لنا صافي منين بعد مني كنحسو بي انه بحلاك اغلى. يعني ان سيطبخ صافي تنحيدوه من فوق النار. من بعد ما كنحيدوه من فوق من النار كما كي يبليكم كنحتاجو للحامض او هذا الليمون. فحنا سنقولوا ليه الحامض. الليمون. ليمون الحامض يعني هو اللي كنحتاجوه. كنحتاجو كذلك للقرفة اللي هي الدرسين. فالقرفة المعروف عليها انها رائعة رائعة ان شاء الله. لانزال الدورة الشهرية. اه بالنسبة الاسي او الشايك فهو يعني مع الشيبة فالشيبة اه يعني سخونة كتسخن لنا الرحم ديالنا. والشيبة راه رائعة حتى السيدات اللي عندهم اكياس ديال اه هذا. يعني اكياس في المبيض فراه الشيبة رائعة يعني حاولوا انكم بقوا تشربوها بزاف لان ده بهذا هو الوقت ديالها. هنا يعني كان صوب اسي يعني كان راجع اسي بحال بحال يعني بقى نصوب اسي ديالي عادي هنا كان اخد كأس كما كيبلي لكم ديال الشاي غادي نضيف ليه ملعقة ديال الدرسين تقريبا يعني مملو اش بزاف ديال الدرسين على هاد الشكل هذا يعني ملعقة صغيرة ديال القرفة ومن بعد ان شاء الله غادي نخلطها فمن بعد ما كنخلطها غادي نضيف لها اه هذا غادي نضيف لها قطرات ديال الحامض فتقريبا يعني اه نتهي تقريبا ملعقة هكاك يعني تتعمري ملعقة صغيرة ديال الحامض وتديريه فوق من هاد الشاي اللي درت فيه بطبيعة حال القرفة وكتشربيه يعني كتكون هاد الوصفة هاد كتكون دافئة وتشربيها فره رائعة طبية الحالة تشربيها الجوجة المرات في النهار فهنا كيما كيبلي لكم يعني الحامض غادي نضيف تقريبا واحد كيما كتكم يعني ملعقة هكاك تقريبا ملعقة صغيرة فقط يعني يعني مش مقووش منه بزاف ففيك نخلط وهي الوصفة ديالنا الرائعة وجدات ما كتوجد كما قلت لكم يعني كناخدو هاد الوصفة هادي كتكون باقة سخونة يعني دافئة يعني نقدرو اننا نشربوها غير هو من ننسى نديرو القرفة حاولو انكم نديرو القرفة وديرو الحامض غطيو باش قع هادك الماو يعني ذاك الفوائد ديال القرفة يعني يبقاو ما يمشيوش في الهواء آآ طريقة ديالي استعمال كما قلت لكم كناخدوها يعني في الصباح وفي هذا وفي الجيش المرات في النهار في الصباح وفي الليل وتكون دافئة فبالنسبة للسيدة بطبيعة الحال اللي فاتتها الدورة وعارفة بانهما كين عندها لحمل لوالو كتستعملها في الصباح وفي المساء لمدة ثلاثة ايام وبالنسبة للسيدة اللي بطبيعة الحال يعني آآ فيها الدورة وما مسرحاش لها فهي كذلك يعني تستعملها تستعملها آآ جوج ديال المرات تستعملها جوج ديال المرات فغد تسرح لها الدورة ديالها حتى يعني تنقلها حتى الرحم ديالها يعني لكن فيها شي حاجة عالقة في الرحم أو يعني من الضورات السابقة أو فيها شي بردل لشي حاجة فغد تحيدوا لها هاد الوصفة هادي ان شاء الله فرهوصة رائعة وصفة قوية جدا لانزال الدورة الشهرية المتقطعة أو المتأخرة كانت من الفيديو اليوم أنه هنا الإعجاب ديالكم ما تنسوا منيش بلايك اللي عجبكم الفيديو كذلك الاشتراك في القناة وما تنساوش أنكم تفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله أي حاجة حتى تسعيندي في القناة توصلكم وبسلام عليكم إلى فيديو آخر أو وصفة أخرى في أمان الله